مجلس النواب مجلس النواب تم استعراض الردود على الأسئلة التي تم طرحها من قبل السادة النواب فأبرز ما جاء في بند الأسئلة ما يتعلق بالخطوات التي اتخذتها وزارة شؤون الإعلام لتفعيل الاتصال الخارجي والداخلي والمعايير والشروط التي تتبعها شركات الاتصالات والضوابط الرقبية طبعا كان رد الوزير مشكور ورد ممتاز وأثرج الصدر أن هناك خطة إعلامية راح يتمتجينها من خلال هذا المركز ولكن ما زالت هي خطة قادم الأيام سيبين مدى فعالية هذه الخطة لكن كخطة مكتوبة ممتازة جدا تقدمت في الحقيقة بسؤال لسعادة وزير المواصلات والاتصالات بخصوص ما هي المعايير والأسس وهل هناك آليات لضبط شركات الاتصالات من خلال مراقبة هذه الشركات أخصب بشركات الاتصالات وما تقوم به هذه الشركات من فرض بعض القيود وبعض الرسوم على المواطنين وتكلفة الاتصالات العالي جدا والفواتير العالي جدا وما تقوم هذه الشركات به على المواطنين من تجني في الحقيقة وما تقوم به من إقامة الدعاوي القضائية وفيما يتعلق بتقرير لجنة التحقيق البرلمانية في ظاهرة العمالة السائبة تم تأجيل البت فيه للجلسات القادمة أولا اللجنة تشكلت من ما يقارب ثلاث سنوات وانتهت أعمالها تم تقديم التقرير إلى المجلس لكن للأسف اليوم كان لابد من وجود رئيس اللاجنة لعرض التقرير وكذلك افتقدنا إلى الجهات الحكومية كان مفترض أنها تكون موجودة فعلى هالأساس تم تأجيلها إلى الأسبوع القادم من المجلس أسبوع إلى الأسبوعين وأتمنى أن يتم عرض التقرير إلى الأسبوع المقبلين لأن هذا العمال السائبة موضوع شائك وموضوع مهم وفي ذات الجلسة تم الموافقة على تشكيل لجنة تحقيق حول المشاريع الخدمية التي التزمت الحكومة بإنشائها هناك أعمال وبرامج وخدمات تم تحقيقها تشكر الحكومة على التزامها بتنفيذ هذه البرامج والبرامج التي لم يتم تنفيذها سيتم محاسبة الجهات المقصرة عليه تعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية أمر جلالة الملك واضح أن يجب تكون هناك العلاقة التبادلية إقرارها من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الله يزيل خير بحث كل الوزارات والهيئات كلا في تخصص التعاون اللامحدود وفيما يندرج في بند الاقتراحات بقوانين وافق المجلس على الاقتراح بقانون بشأن انتخاب أعضاء المجالس البلدية وتمت إحالته للحكومة